السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العفوة بنتي حنن ايه ايه نحن بغيك في العياء ان حننين عندين 26 عام انا كان بغطبوا بنتي اخلاء ويزيد ان الاخر ما كان طيب حيلي ليلة هي لله ليلة هي لله خمس شوار تقبيل ربعات الناس ربعات الناس بنتي حنن وكل واحد ربما يجي مع العائلة ويستقبلوا العائلة والضيافة وكل شيء من البعض كيمشي بنتي حنن باش كتفسري هادشي باس كتفسري هادشي باس كتفسري هادشي اه انا الحج وابا ما اعرفتش هادشي اشهد في ارزاق تقول واحد بقيمة في بقيمة ذا شيء ايها بنتي ايها للحنن ايها فكلمة ايها يعني قبل ما ايجى بكثير كbbe continues قبل ما كنت اوقعة ايها ايها عق الاس التلان قبل ما يجى ادخلون وطان منعني أولا مسكو بيى الضف اللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يكتب لك المكاتب الخير بنت حنان يا ربي كريم لا يا رب أنا لا أخوة أخي بنت حنان أشتب علي ميد أخوة حنان في الحيات تحراب بيت انا قريب شباع أصنع معي السلسthropي نحن لا أقرأ درسي أعني أنا دخل شباع لنرسة ابنت حنان عندك 26 سنة يعني بنت 90 ألش أبنتي مدرسة نكأن ندرسة بعيدة علية وولي الله يريد نعضاش قريب لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله يعني قريت راسي الحمد لله ايه اشتهت الحمد لله مزينا بنتي حنان شكرك بنتي حنان تشكرك لتواصل ديالك شكرا بنتي حنان تشكرك لتواصل ديالك كان لو خف وكان نحن نفق بعد اياها بنتي اياها واخر نفق بعد اياها في الديع dibقة اللي محنية اياها الي يمنع في اليد اليمنع في الديع دواج قوة 6 ياسد عليها 4 سنوات و مرة 4 ع show اياها بنتي واخر نشعال الله تجاوبك للا حانان نحافظك الله كنشكرك بنتي على التواصل ديالك بنتي حنان مليك تقولي بأن الناس كيجي ويخطبو ويمشي القضية بحل السوق كي فيها العرض والطلب قضية الزواج كيلي كينظر لها بحل النظرة ديال السوق عرض وطلب كيشوف البنات مستوهم الدراسي مستوهم المادي المقدر ديال الحدقاء ديالهم المقدر الجمال المقدر العائلة هكذا كيشوف الشباب وحتى البدات كذلك حتى هي كتشوف الرجال هاد خدام هاد مرسام هاد والده مرضيين هاد مبتلى بشي بليا سيئة تدخين او سكر او غير ذلك فكنسوا عرض وطلب بين طرفين كين بعض الناس كيشوفوا القضية من هاد الواجهة وننصها كبنتي حنان شوفها من واحد الزواجة اخرى ويا ان قضية الزواج هي قضية قضاء وقدر قضاه الله في سبع سماوات غير طمأنه الى 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 افهمتها بهذا المعنى بانها ليست سوقا فيها عرض وطلب وانما هي اقدار قد كتبت في السماء ورفعت الاقلام وجفت الصحف غير طمأ القلب ديالك وتقيسها في دربك معززة مكرمة وكتملئ وقتك الفارغ باعمال صالحة اما كانت تعلم الخياطة الفصالات طبخ اشغل البيت كانت دخل شي نادي نسوي كانت دير علاقات مع الناس وكان عمر وقت بالذكر وبالعمال الصالح هادك الذكر وعمال الصالح هو قوة جذب قوة جذب ربي عز وجل اللي غيجذب لك عن طريق الذكر والعمال الصالح الزوج المناسب لك شحالة بنتي حنان كان عارف عائلة كبار عندهم بنات بحال شكل ديالك والله ما خرجوا وما داروا احتجى الرجل كامل مكمول الرجل اللي يقول انا الاخلاق والتربية والعلم والمستوى المالي تجاك يتقع البنت في الدار شف جاي من الحمام شف غادي يدي الخبز الفران شف شمش هاد بسيط جدا واحد صادق ديالي غايت زوج من القاة الجنازة خارجة من الباب الدار شف الجنازة خارجة من الباب الدار والناس كي بكي وهو غير دايز بقى في الحال باتله الدرية بحال شكل ديالك هكذا ما قرات ما تصنعت قاس غف ضرب بها دايز الجنازة وهي كتبكي شفها فكان دالك سببا في انه طلبها للزواج والقضية كل قضاء وقدر ما لك يسولها كيفاش تلقينا تلقينا في موكب جنائزي هي قضية قضاء وقدر نصيبك غادي يصيبك تيجي تلعندك ولكن بشرط ان الانسان كي سلم امره الى الله كيوقن بان الامر كله بيد خالقنا عز وجل وكي يقديم عنده التسليم والتفوض ويملأ وقته بذكر الله انا داك القاضاك يقلب عليك قاضاروك يقلب عليك دبا بنتي حنان جوكي ربعات الناس هدي عادي جدا البنات كيجا لوالو التاني والثالات والرابع هديك معنى ان البنت مطلوبة ولكن شكل غادي يدغى اللي مكتب لها في السجل المحفوظ ما تحزنيش يا بنتي تقولي ربعا جاو ومشاو ما زال ربما قد يجي الخامس والسادس السابع ولكن اللي غادي يكون من نصيبك هو اللي مكتوب طلب الله عز وجل يكون افضلهم واحسنهم واكرمهم وطلب الله تعالى انه لا يضعك في المحك هاد الابتلاع هاد الاخامس والسادس السابع هاد المحك وتعب لك ومشقة للعائلة كدري في الدعاء يا ربك اكتب لي واحد لمسخروا لي يجي انفطو توت كي يجي كي يقضي الغراض وكي يجمع شمل رب العالمين بالعائلة وافراد الاسرة هاد باش كي يجي يا بنتي هنا هنان كي يجي بالاكتار من الاذعية وخصوصا خصوصا الاكتار من الصلاة على النبي الاكتار من الصلاة على النبي انو يش بغيتي واكتري من الصلاة على النبي وده الشيء يجي تلا عندك بإذن الله هنان كتحلمي بأن فيها الحنة هاد الحنة اللي كتكون في الدين بعد مرات كي يشوفها نساء متزوجات وفي الغالب نساء عازيبات هادك يدل على ان هذه الفتاة مرصودة هنك عالم خفي لا يظهر لنا كي يجي كيتسمى جني عاشق ولكنه لا يؤذي هوا غير يقترب منك وملك ذلك الحنة في الدك كي يدك رسالة مساج كي يقول لك ركي محبوبة ومرغوبة عندنا وهدك الحنة فيها بأن القبول ركي يقترب منك هؤلاء المخلوقات ما كي أديوش العالم الجن لكي يدير الحنة كي للمرأة المزوجة وكي تلقى ديها محنة محنية ما غير يديهاش وللقت شابة عازيبة فالحنة حتى ما غير يديهاش وإنما إيدانهم بأن المرأة المتزوجة غير تزداد محبة ومودة ووتوقا مع زوجها والفتاة العازيبة أنها قريبا قريبا سيزورها النصيب ديها باش كنعرفو الجن اللي كي أديو اللي كي أديش اللي كي أدي كي دي لك واحد المجموعة دي العلامات زرقاء وخضراء في الذراع والفخد كتلقى لك فخاضك كله مزرقين ولدرعان كله مزرقين هدك الجن المؤذي كيدخل وكيشري في الدماء وكيمص ومالبات كيتلقى بحل هويش عندك في الفخاض وفي الكتاف في الحم ديالك موش يخضر هدك يظل أنه مؤذي هدك ما بغي منك شيء عمل صالح بغير يؤذيك ويستمتع بك ويظلمك أما لكي دي لك الحنة هده مخلوقات طيبة مخلوقات رحيمة ولا تؤذي وتبشرك بأن الحظ السعيد قريبا منك وإن شاء الله بنتي حنان يقترب منك الحظ السعيد أسأل الله الواحد الأحد أن يعطيك القبول ويفتح لك باب الوصول ويزيل عنك العكوسات والموانع اللهم أمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة